دون اي اعتبار لحرمة الصرح الكويتي المنتظر تسلل تلسينة اللهب مجددا اليوم الى مشروع جامعة الاجدادية مشعلة النار في الحلم الاكاديمي فيما انضم حريق اليوم الى سلسلة من الحرائق المتكررة التي نشبت داخل المدينة الجامعية ووفق بيان ادارة الاطفاء فان الحريق اندلع في شاله من الواح الكيربي داخل حرم الاجدادية فيما هرعت فرق الاطفاء لاخماد الحريق بعد تلقيها البلاغ مشيرة الى ان الحريق كان محدودا وان عمليات الاطفاء تمت دون وقوع اي اصابة بشرية او اضرار لها تأثير على سير المشروع كما تم فتح تحقيق لمعرفة الاسباب هذا واكد البرنامج الانشائي بجامعة الكويت ان حجم الحريق كان محدودا جدا وفي موقع منعزل عن مباني ومرافق الحرم الجامعي ولم يؤثر باي شكل من الاشكال على سير الاعمال ولمشروع الاجدادية الذي تأخر كثيرا تاريخ طويل مع الحرائق المتكررة التي وقعت على مر السنوات والاشهر الماضية فيما شكل حريق اليوم مادة للكثير من المغردين الذين عبروا عن استيائهم جراء تأخر المشروع التعليمي وسخريتهم من الحرائق المتكررة التي تضرب مبنى الجامعة بين الحين والاخر ترجمة نانسي قنقر